ويضيف موقع استستاني مع الأسف شديد يعني مفروض فيهم ألم بس ما يخلين ألم على صفحة إذا كان عدم ألم ويجون صفطون من الروايات والأحاديث وعن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام من زار كبر الفسين بن علي عليهم السلام عارفا بحقه كتب فعليين هذا في أعلى درجات الجنة بس يزوروا لهذا الله وديه فعليين وعنه عليه السلام من زار واحدا مننا كان كمن زار الحسين عليه السلام في زار أحاديث مصفط منين جايبها ونلاقيها الله أعلم يجيب وحط العتب الحسينية أيضا تروي أحاديث ويقرف من موضوع عجيب غريم ناشري العتب الحسينية أن وجوب زيارة الإمام الحسين واحد كاتب له مقالة طويلة عريضة حول وجوب زيارة الإمام الحسين مو مستحبة لا واجبة صارت الزيارة أجوب حتى يخدعون الناس به الأحاديث هذه يقول زيارة الإمام الحسين عن أبي جعفر عليه السلام قال لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليهم حسرات قلت وما فيه قال من أتاه تشوقا كتب الله له ألف حجة متقبلة ألف حجة أنت رأسا صغر هذا يعني وألف أمرة مبرورة وأجرأ ألف شهيد من شهداء بدر وأجرأ ألف صائم وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسمة أريد بها وجه الله يأتق عبيد ألف نسمة يعني ولم يزل محفوظا سنة من كل آفة أهونها الشيطان يبتعد عنه سنة كاملة بعد الشيطان يجعله ووكل به ملك كريم ويحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن مينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة ملائكة يجعون يحضرون غسله وإكفانه والاستغفار له شوفوا أشياء عجيب ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر أنكير أن يروعه ويفتح له بابا إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نورا لا يتيعني يضيء لنوره ما بين المشرك والمغرب وينادى وينادي منادن هذا من زبار الحسين شوقا إليه فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زبار الحسين عليه السلام واحد يسمع عن الفضل وهالثواب اللي الله ما قال له لا بالقرآن ولا نبي متحدث عنه واحد يطلع من بطنه يجيب الأحاديث لن يسمعها بعد أحد ميرو حزر الحسين ممر ومرتين كل وقت رايح جاي رايح جاي لزيارة أحاديث كثيرة عجيبة منشورة في موقع العتبة الحسينية المقدسة ما أعرف من جاي بيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يكون في كرامة الله يوم القيامة وفي شفاعة محمد صلى الله عليه وقال فليكن للحسين زائرا ينال من الله أفضل الكرامة وحسن الثواب ولا يسأله عن ذنب عمله في حياته الدنيا أصلا بعمل يسئل عن أي ذنب ما يساوي بعده مخفور له ولو كانت ذنوبه عدد رملي عالج منطقة في الصحراء وجبال تهامة وزبج البحر إن الحسين بن علي عليهم السلام قتل مظلوما مضطهدا نفسه عذشانا هو أهل بيتي وأصحابي بعد هذا خلص اللي زودوا بعد كل ذنوبها متروح شمال يساوي بالأعمال ما أحد ما يفكر بإصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه مثلا ومراجعة ذنوبه لا فقط زور الحسين وأنت كل شيء